رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سودة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء وعرب مجلس الوزراء في مستهل الجلسة عن التهنية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه مقاليد الحكم وما تحقق خلال العامين الماضيين المملكة من الانجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات وكذلك في المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابتة والعادلة ونوه المجلس بما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438-1439 للهجرة 2017 من القوى الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة وعزمها على المضي قدما لتعزيز مقاومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى فاق أوسع وأشمل وثمن مجلس الوزراء سعي القيادة الرشيدة من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الانفاق الرأس مالي والتشغيلي في الدولة وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها مشيدا بالتوجيه الكريم إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة في التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أوضح وزير الثقافة والإعلامة الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء قدر الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لغثة الشعب السوري الشقيق وتوجيهه بتقصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة وتبرعه بمبلغ 20 مليون ريال وتبرع اسم ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال وتبرع اسم ولي العهد بمبلغ 8 ملايين ريال لما يجسد حرص قيادة المملكة على رفع معاناة الأشقاء السوريين وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل إثر الظروف الصعبة التي يعيشونها مشيدا بالتجاوب الكبير الذي أبدأ المواطنون كافة بمختلف شرائحهم مع الحملة لتقديم العون والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين إثر ذلك اطلع الملك أو أطلع الملك المجلس على نتائج اتصاله مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الجمهورية اليمنية وكذلك لقائيه مع رئيس دولة فلسطين ورئيس مجلس إدارة صندوق القدس بإضافة إلى فحو الرسائل التي تسلمها من ملك الأردن وسمو أمير دولة الكويت ورئيس جمهورية القمر المتحدة وقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية مجددا ما كدته المملكة أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأن المجازر التي ترتكى في مدينة حلب السورية يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية وترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2328 بشان نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين وما عبرت عنهم مملكة من مؤازرة ومساندة للشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في أرجاء سوريا كافة وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع وزراء بترول الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك في دورته السابع والتسعين بالقاهرة وما بحثه من أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقييم للنشاطات التي تدعمها المنظمة وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاق على قرار تخفيض الانتاج الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي كما جدد المجلس ترحيب المملكة بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجي الأمريكي حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي وإطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لمقتل سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية التركية والإحادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين وكذلك التفجير الإرهابي المزدوج في سوق ببغداد والهجوم المسلح الذي حدث في إسطنبول وأدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى مقدما العزاء لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول والتمنيات للمصابين بالشفاء والعافية